طيب هنرجع تاني الأجواء العيد في فقراتنا اللي جاية ان شاء الله عندنا فقراتين حلوين قوي فقرة ليه علاقة بالأجواء الروحانية وأكيد لازم نسمع للإنشاد والابتهلات الدينية فقرة تانية عندنا كده العيد والمواسم يعني أكل دي معروفة يعني في فقرة بقى اللي هو ناكل ازاي وناكل ايه وقد ايه ونتبقى برضو محافظة على صحتك وما تخرجش لا قدر الله بأي مشاكل طبية لكن الأول بقى عندنا خبرين كده هم بعيدين عن العيد بس نقولهم لحضراتكم قبل الفاصل الخبر الأول ليه علاقة بالجانب الأسيوبي والانتخابات الأسيوبية وطبعا احنا يمكننا كنا متابعين الملف ده وشفنا اللي حصل وشفنا التحريد وشفنا العنف وشفنا ان فيه أقاليم أولايات ما انتخبتش بالأساس شفنا فيه لغة التهديد شفنا الانتهاكات ضد حول الإنسان فالحياء الملف ده وزارة الخارجية الأمريكية تكلمت عنه النهاردة وتصريح مهم من المتحدث باسم الوزارة وزارة الخارجية الأمريكية اللي عبرت عن بالغ قلقها بسبب الانتخابات البرلمانية الأسيوبية اللي فاز فيها حزب الرخاء بزعامة أبي أحمد اللي عنده طموح شديد انه يفوز بفترة ثانية في المنصب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال ان الانتخابات اللي أجريت في اسيوبيا بتاريخ 21 يونيو الماضي لم تكن حرة ولم تكن نازيها فالديمقراطية وبيستكمل كلامه بتزدهر عندما تكون مؤسسة الحكم شاملة وشفافة وخاضعة للمستألة ومستجيبة لشعبها الانتخابات في حد ذاتها ودسك كلامه على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ما هيش علامة كافية للديمقراطية أو للإصلاح السياسي الحقيقي قال كمان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه من الأهمية بمكان أن الأسيوبيين يجتمعوا لمواجهة الانقسامات المتزايدة وقال أننا بنحس السياسيين وقادة المجتمع على نبز العنف والامتناع عن تحريض الآخرين على العنف اشتركوا في القناة